تعليق أولا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم و أن يبارك في جهودهم و النقطة الثانية الحقيقة يغبطون على ما هم عليه يغبطون على ما هم عليه أن يوفقوا للسير على درب النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى النقطة الثالثة أنه كما ذكرت في المشاركة لهؤلاء ولو باليسير في طريقة يعملها بعض الإخوة و أنا أحاول قدر مستطاع أن أعملها بعض المشاريع التي أرتاح لها كثيرا أشارك فيها مثلا بجزء من الصدقة أو أشارك فيها بجزء من الزكاة بالجزء الأكبر لكن بقية المشاريع ما الذي يحصل عنده كثير من الناس أنا شاركت المشروع الفلاني خلاص أترك بقية المشاريع لا تستطيع أن تشارك في كل مشروع ولو بريال واحد يا أخي اصرف مائة ريال ريالات و شارك في مائة مشروع و أما المشروع الذي ترتاح إليه كثيرا أو لك علاقة مباشرة به شارك بالخمسة ألاف و العشرة ألاف و المئة ولو بشق تمره ذلك نحن ولو بشق تمره كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صحيح وهذه المشاركة ولو كانت يسيرة لكنها تقع في يد الله سبحانه وتعالى فيربيها كما يربي أحدنا فلوه حتى تصبح عظم من الجبل ترى التعامل مع الله عز وجل يا جماعة الخير مختلف غير التعامل مع الخلق غير التعامل مع الخلق نعم عند الله سبحانه وتعالى من العفو و الكرم و الجود و المضاعفة ما لا يخطر لنا على بال ما لا يخطر لنا على بال و لذلك قال الله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى مثقال ذرة و النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل معروف صدقه فليبذل الإنسان وليشارك و لنقل لهؤلاء أصحاب المشاريع شكرا لكم أنتم يعني غالبا ما ننتظر الشكر منهم أن شاركنا لا يا أخي هم يستحقون الشكر أن فتح المجال يعني ما الذي تقوم به أنت هو أن توصل المبلغ انتهى عملك لكن هم يتابعون هذا المبلغ يستخدمون التصاريح لاستخراج الإذن بالعمل و الإذن بالمشروع و الإذن بالحساب ثم يتابعون ثم يختارون ثم يبدأ العمل ليس بالأمر الهيين ليس بالأمر الهيين فوجود أمثال هؤلاء الأبطال في مكتب الدعوة في الرضا أو في غير من من يعملون هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى علينا و نعمة من الله عز وجل لنا فنقول لهم شكرا و عز وجل